حديث معنا يان مكافأة وصلة أرحام المكافأة التي يعتبروها كثير من الناس صلة أرحام أخي حلو معي أنا حلو معاه أهلي حلوين على عين وعلى راسل دي اسمها مكافأة ورسول قال ليس الواصل بالمكافأ كلام واضح إذن ما هو الواصل يا رسول الله قال النبي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها حينما تكون أرحام مقطوعة ومهجورة وفيها تعال وفيها نبذ وفيها خلافات وفيها فرقة وفيها كر وفيها بعد وفيها وفيها أنا الذي ينبغي علي أن أترق الباب وأن أقف عندهم حتى وإن قيل كما قال القرآن وإن قيل لكم ورجعوا فرجعوه وأزكى لكم حتى ولو شتمتني ولو ضربتني ولو طردتني ما عندش مشكلة أنا هنا أفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ولذلك السائل سأل العسل قال لي يا رسول الله إن لي قرابة أصلوهم ويقطعونني أحسنوا إليهم ويسيئون إلي أحلموا عليهم ويجهلون علي يعني كأن هذا السائل ساق لرسول الله كل المعاذير عايز أقوله الناس ولد ستين وسبعين ما لا ينفع معهم خير الرسول قال له دعك منه فلتكن في شأنك قال له صل رحمك إذن رسولنا لم يعذر وهنا نحن لا نعذر الناس مهما يكون من أمور ومن 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 صلة الأرحام واجبة خاصة في مقتبل هذه الليلة العظيمة في ليلة النصف من شعبان في ليلة التراحم والتصافي في ليلة الصدق الالتقاء القلب بين الناس ينبغي أن تكون أرحمنا موصولة وينبغي أن نكون بررة بأبائنا وأماتنا حتى نلقى الله وهو راضي عنها طبعا ده كان الرد على سؤالك يا محسيم وكل حد محطوط في الموقف ده أنه إحنا لازم نوصل للأرحام ولازم من النهاردة كده نزبط قلوبنا ونكلم بعض نقول لكل سنوات طيبين يعني شو لازم نخش في تفاصيل في تفاصيل في الكلام كل سنوات طيبين أو رسالة يقولك كرمتي في بعض الناس يقولك يا معقول أنا أحافظ على كرماتي أنا لا أملك إلا كرماتي يا سيدي كرمتك في الحفاظ على إنسانيتك لكن كرمتك في صلة الأرحام أنت في واد وهي في واد آخر كرمتك أن تتحمل كرمتك أن تصل لرحمك كرمتك أن تكون ذا أخلاق كرمتك أن تكون بارا بأهلك هذه كرمتك لكن كرمتك في العدوات والأمراض النفسية والقلبية ليس هناك كرمة هذا من باب تلبيس إبليس ومن اتباع قطوات الشيطان ترجمة نانسي قنقر